بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد هنتعلم النهاردة ان شاء الله يا جماعة حاجة اسمها وحاجة اسمها يا جماعة هو الشكل البيضاوي قريب كتير من السيركل علشان كده خليت السيركل موجود عشان اوريكم الفرق بينه وبين والفرق بين طبعا يعني ده بيتعامل ازاي وده بيتعامل ازاي وبعدية على طول هنتعلم مع بعض اللاين ان شاء الله من المعلومة الجديدة اللي لازم نقولها هنا جوه الاس في جي زي كود الاوديو والفيديو اللي احنا عملناه في الاتش تي ميل فايف وشرحناه بالتفصيل الموميل انت بتحط هنا رسالة لو الاس في جي غير مدعوم في الصفحة الخاصة بالبراوزر للشخص فاتحها هتطلع له الرسالة دي هقوله ممكن مسلا قولي يور براوزر داز نوت سابورت اس في جي مسلا طبعا هنا البراوزر بتاعي بيدعم فمش تطلع له الرسالة دي لكن اي متصفح تفتح عليه وما بيدعمش الاس في جي هتطلع لك الرسالة دي وده مسال على انترنت اكسبلور تمانية فتحت عليه الصفحة بتاعتي زي ما هي انا مساميها كانبس بس هي ايس في جي مش مشكلة مكتوب يور براوزر داز نوت سابورت اس في جي زي ما انا شايفين البراوزر مش بيدعم يعني الرسالة اللي انت شفتوها دي بتطلع لك في الحلقات دي بس طيب تمام طيب نبدأ يا جماعة نرسم الشكل بتاعنا اللي احنا قلنا عليه اللي هو شكل ده هو عامل زي الشكل بيضاوي كتير طيب احنا هنحط الشكل ده تحت الدايرة عشان اوريكو الفرق بينه وبين الدايرة الاي لبس بشكل ده وهقفله قبل ما احط الخواص بتاعته واحط فيه سي اكس بتساوي تمام وفيه سي واي تساوي وفيه ار اكس بتساوي وفيه ار واي بتساوي طيب وفيه طبعا يا جماعة شو محتاجة اقول لكم الفل ممكن الفل نعمله بلون زي اللون مسلا اف زير اف مسلا ونشوف مع بعض ايه هو سي اكس واي الدايرة بتاعتنا كان فيها سي اكس وفيها سي واي يعني معنى كده سي اكس والسي واي بتاعت دي يا جماعة زيها زي الدايرة بالزبط اللي هي المسافة بين الاي اللي لبس ده المسافة بين وبين الصفحة في السنتر يعني امشي ناحية الاكس هنا في السنتر في نص العنصر بتاعي طب تعالوا نشوف نعمله زي الدايرة مية والسي واي برضو مية وخلي دي صفر ودي صفر طبعا زي ما انتم شايفين ريلود الصفحة مش هتظهر ليه لان انت قلت له صفر هنا يعني الار اكس صفر والار واي الار اكس يا جماعة اللي هو الراديوس اللي هو الوريزونتل الافكي والفيرتيكال راديوس التاني اللي هو الار واي اللي هو طبعا العمودي احنا عارفين الاكس بيمشي ناحية المين والشمال والواي فوق وتحت طيب انا اخلي ده خمسين واخلي ده خمسين واقول له ريلود الشكل بتاعنا يا جماعة هنا هو موجود لكن خلينا نلغي الدايرة عشان نشوفه واقول له ريلود ده الشكل بتاعنا يا جماعة اهو شايفينه عمل زي الدايرة بالزبط نفس اللي الدايرة كانت عاملها الدايرة هنا يا جماعة خمسين شايفين الراديوس خمسين من فوق ومن تحت انما ده مختلف ده بيديك الاتنين مش زي الدايرة خمسين خمسين في الاتجاهات كلها? لا. فيه هنا ده مختلف. بيديك الاكس والواي. بعكس الدايرة. طيب تعالوا نشوف. هندي له نفس خواص الدايرة. اللي هي ده. او مش مشكلة خلي الفيل مش عايزين ولا اي حاجة. هخلي الخمسين دي يا جماعة تمانين. وهسيب الارواي. بصوا. عمل شكل بيضاوي ازاي. طب انا عكس الموضوع. اخلي دي خمسين زي ما هي. وخلي دي هي اللي تمانين. بصوا معي. اهو. عمل شكل بيضاوي من فوق او شكل بيضاوي من العرض. لكن الدايرة يا جماعة كانت دمجة الار اكس والار واي ده في قيمة واحدة. تقول له خمسين يعمل لك دايرة خلاص خمسين. على كله. انما دي قدر حدد الطول من فوق ومن تحت او من يمين او من الشمال عشان اوصل للشكل البيضاوي اللي انتو شايفينه ده يا جماعة. وهو ده زي ما انا شايفين سهل وبسيط جدا ومفوش اي حاجة. طيب. ندخل على اللي بعده وهو. هقول له انا وهقفل طبعا اللاين زي ما انا شايفين. ونشوف اللاين بيقبل ايه. اللاين يا جماعة بيقبل اكس ون بيساوي. وواي وان بيساوي. وواي وان بيساوي. وعندي اكس تو بتساوي وعندي واي تو بتساوي. ونشوف يعني ايه الكلام ده? وبقابل الكلام ده كله هندي له اللي هو بيبينه. الخط يا جماعة افتكروا معي الناس اللي شافت دروس الكنفاس لما جيت ارسم عملت عشان يبين لي هنا برضو هتعمل ده بالزبب. هقول له بيساوي اللون. خليه لون ايه? احنا عندنا هنا ايه? بنفسجي. ممكن نديله لون مسلا احمر. ادي وعندي اللي هو حجم اللي هو حجم بتاعي. نخليه مسلا تلاتة او اربعة اي رقم مش مشكلة. طيب ايه هو واحد وايه هو الاكس اتنين وايه الكلام ده كله? نفس طريقة الكنفاس يا جماعة. الاكس المكان اللي انت تبدأ منه من ناحية الاكس. والواي المكان اللي هتبدأ منه من ناحية الواي. يعني ايه الكلام ده كله? يعني الكنفاس بتاعي قدام عيني اهو. فوق دي اكس سفر وواي سفر. انا عايز ابدأ من الاكس عشرة. مسلا. هقول له هنا عشرة. بصوا معي. والواي هقول له برضو عشرة. فبالتالي هيبدأ يا جماعة من حتة دي شايفين? اهو. اكس عشرة وواي عشرة. بصوا بدأ منين? طيب. هيروح لحد فين? عندي اكس اتنين وعندي واي اتنين. ده الاند بتاعه. يعني هو بيبدأ من هنا اكس واي اكس واي. بيبدأ من اكس واي وبينتهي عند اكس واي تو. طيب. انا عايزه انتهي فين يا جماعة? هو بدأ من عشرة. عايزه مسلا يوصل لحد مسلا هنا. نديره مسلا تمانين اكس وتمانين واي. ونقول له ونشوف شايفين خط بدأ من عشرة هو وصل لحد التمانين. شايفين يا جماعة? بكل بساطة. نفس اللي احنا عملناه قبل كده في الكنفاس ممكن نعمله هنا على فكرة بطريقة سهلة جدا جدا جدا. انا هياخد ده زي ما هو. اهو. والمرة دي هقول له الاكس بدل ما اقول له عشرة لا. مش عايز عشرة. انا هقول له مية وتسعين مسلا. عشان ييجي عند المتين دي. المتين اللي انا شايفينها دي هي العرض بتاع البيكس العرض كامل بتاع الاس في جي. هقول له مية وتسعين هيجي لحد هنا. عند الماوس يا جماعة. تعال نشوف. بصوا بدأ منين? اهو. فاضل بقى زبط له القيام التاني. اللي هو هيروح لحد فين? وينتهي ويرجع لحد فين? الواي عشرة سبتة. لانه هو هيبقى على نفس مستوى الخط التاني ده. لكن الاكس تو بقى هينتهي فين? هينتهي عند التمانين? لا. هينتهي عند رقم اعلى بقى لان عايز الاكس يعدي. يعدي يمين تاني شوية. ممكن نقول مسلا بدر التمانين. ممكن نقول مسلا مية وعشرين. شايفين? مية وعشرين اهو. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان الواي برضو سبتة عشان يفضل نفس المستوى ده. وبردو تقدر تحط خط تالت. اهو. مثال برضو تالت عشان الناس تعرف الاس في جي اللي عملناه بالكانفس نقدر نعمله بالاس في جي. طيب. انا هبدأ منين من تحت خالص. تحت خالص دي يا جماعة اللي هي كام? اللي هي عشرة في الاكس. الاكس هيمشي عشرة اه. لكن الواي هينزل تحت خالص عشان يبدأ من تحت. مية وتسعين. بصوا. اهو. بدأ من تحت خالص. طيب حلو. هيمشي قد ايه الاكس? هيمشي لحد على يمين قد مية وعشرين? لا. هيمشي زي الاولاني خالص. تمانين. عشان يوصل ليوازي التاني. تاب والواي. تعالوا نشوف الواي هتلاقوا فيها مشكلة. بصوا. بيوازي اللي فوق اه. لكن الواي غلط. ليه? الواي مش تنفع تمانين يا جماعة. لانه تمانين دي مش هتوازي دي. لازم التمانين دي تزيد. نخليها مسلا مية وعشرين. عشان خط ينزل شوية بقى متساومة يا هم. شايفين? اهو. لو قعدتوا تحسبوها زي ما عملنا في الكنفس يا جماعة بالزبط هتلاقي الموضوع بسيط وسهل جدا والله ما فيوش اي مشكلة. شوية تجارب بس. وتعمل الخطوط والكلام ده كله. وهتوصل ان انت تعمل الفكرة انت عايزها بالزبط وبالتفصيل المهمل. يهمك ايه في الدرس ده? بدل اي حاجة تشوفها او معقدة? تسيبك منها خالص. يهمك بس حاجة واحدة في الدرس. المكان اللي بيبدأ منه من اتجاه على المحور وال هو محور والمكان اللي بيبدأ منه. المكان اللي بنتها عنده الخط و المكان اللي بنتها عنده الخط من فوق. هو اللون الخط. هو حجم الخط زي ما انت شايفين حجم البوردر ده. اللي هو الاحمر الكبير ده. وبكده يا جماعة بخلصنا ان شاء الله اللاين. وعرفنا برضو النهاردة بس معلومة الرسالة دي. عشان تبقوا عاملين حسابكم عليها. يارب الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. واشوفكم ان شاء الله في درس جديد وشكرا.